يعني هل عندكم إجراءات معينة أو خلالها في البداية هل فيه شروط معينة عشان تقبلوا المستفيدين من المشروعات الصغيرة المتوسطة؟ طبعا فيه شروط بتضحى الجامعية علشان تقبل المشروعات اللي بتجيلها الهدف من الشروط ديت إن إحنا في الآخر عايزين الجامعية تنجح الشخص اللي بياخد القرد ينجح الجهاز ترجع له الفلوس برضو بنوع من النجاح يعني هو نجاح لكل الأطراف الشروط دي بتبقى مرتبطة بسن من 18 لحد 60 سنة مرتبطة بحسن السمعة اللي موجود في المنطقة لإن إحنا قبلوا نلدي القرد فيه ناس من عندنا باحثين بينزلوا يعملوا بحث ودراسة حالة للشخص اللي موجود وسمعاته إيه في المنطقة ويعني دي حاجة مهمة الحاجة التانية كمان بالذات لو فيه مشروع قائم لازم ينزلوا يعملوا دراسة للمشروع دوة ويشوفوها على الأرض الواقع هل هو فعلا موجود ولا حد يجي بيقول يعني يدعي لني فيه مشروع الحاجة التانية لو مفيش مشروع قائم إحنا بنوض بنعمل معاه دراسة الجدوة على المشروع الجديد اللي هو هيقدمه ولازم نضمن إن المشروع ده بيحقق في الآخر هيحقق فايدة اقتصادية يقدر يسدد منها قيمة القرد وقيمة الفايدة اللي موجودة عليه ويتحقق يطلع له عائد يقدر ينامي بيه وضعه اشتركوا في القناة